السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم لقاية تجدد بسعد دايما معكم حلقة هامة للغاية ونقدر نقول عليها من العيار الثقيل غضب المنقعة العربية السعودية بصورة كبيرة جدا أظهر عن طريق ضربات من وليل عاد السعودي الأمير محمد سلمان اللي هو بيحط الخطة الاستراتيجية ضد أمريكا واللي تعظيم دور المنقعة العربية السعودية الوقت اللي احنا فيه دلوقتي زادت الإجراءات السعودية ضد أمريكا وإظهار من وقع العربية السعودية قوتها وغضبها لأفعال أمريكا السابقة الغضب السعودي أو نقدر نقول وليه العهد السعودي محمد بن سلمان يؤدب بايدن وإدارته أهلا بكم في حدث اليوم رجاء من تفعيل الجرز باللون الأسود وشير ولايك ولو ما عملتش اشتراك اشترك في القناة ودوس على اللايك لأن الحلقة مهمة لآخر دقيقة بسم الله إنه الغضب السعودي ابتدى يظهر بقوة فيه الأسابيع الماضية من قرارات أوبك اللي تزعمتها الإدارة السعودية وأيضا أظهر أمس بتصريح لفيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودية بقوة أكتر لإعلان عن قمة سعودية صينية مرتقبة في أملاق عربية السعودية هي ليست قمة واحدة ولكن من قمة عربية السعودية أخذت الموضوع لأبعد من كده أنها قمة سعودية صينية وقمة صينية خليجية وقمة صينية عربية يعني ثلاث قمة يعني الموضوع العربية السعودية واخدى الأمر مع الإدارة الأمريكية الديمقراطيين وأمريكا عامة لموضوع أبعد من كده يعني الأمر بقاش متوقف على أن السعودية عايزة بدأ ما يكون حلفها مع أمريكا وأن هي تبقى بتتحالف مع أمريكا القوة العظمة أو القطب الأوحد فأوجدت الموضوع العربية السعودية طريقها للتصرف مع الإدارة الأمريكية للتغيير العالمي الجديد والكلام ده وضح كمان من تصرحات بلينكين أمس الحقيقة أنه التصرحات اللي كانت وقت متأخر أمس أكتر من خبر مهم جدا نفهم مينهم التغير اللي جاي على أرض الواقع المملكة العربية السعودية ليست تقوم بإزاحة أمريكا من المنطقة لكن لا الأمر مش كده الأمر أنه النظام العالمي الجديد اللي بيحجز ما كان ليه في المقدمة مع القمم يعني أنت تكون مع القمم اللي بتقود العالم أفضل لك أن أنت تكون في المرتبة التامية أو التالتة يكون مفعول بك وأن لك مكان أن أنت تكون فاعل فضل أفضل ليه فلو أنا ما استغلتهش هيداس عليها نقرأ بيس السعودية الأمير محمد سلمان الأمير الشاب الحقيقة أنه زكاؤه قوي جدا أزهل الجميع أزهل الجميع وصل لدرجة أن بوتين نفسه قلت صرحات مبارح متلفزة قوية جدا ليست أن هي محابافة شخص وليه العادة السعودي ولكن هو بتكلم أمر واقعي يعني هنا بوتين بيصرح بيقول أنه يعني إزهار قوة وليه العادة السعودي أنه شاب حازم شخصية حازمة جدا ودي حقيقة واضحة هو قال كده بالحرف الواحد وبالنسبة لنا كروسيا هو بتكلم بيقول أن القيادة السعودية شايفين من منظور الإدارة الروسية أما الإدارة السعودية تحمي مصالحها الوطنية من خفض الإنتاج أو زيادته حتى بيقول لأنه أما أعرف الأمير محمد بن سلمان أعرفه معرفة شخصية وأنه هو شخص وليه العهد السعودي يدعم بلاده الوطنية وبيدعم توازن لسوق النفط العالمي الحقيقة أنه ما كانش فيه أحد القواتين العظماتين يتكلم عن شخص قائد عربي بالصورة دي مثل ما يحدث الآن الحقيقة أنه أنه هو مش محابال وليه العهد السعودي ولكن هي أفعال وليه العهد السعودي هي اللي فرضت على الآخرين وعلى أحد الثلاث القوى العالمية أنه هو يصف وليه عهد السعودي بهذه الصفات الحازمة القوية ولكن هنا المملكة العربية السعودية حينما تأخذ العرب معاها لقمم فهما ليس الأمر أنه هو نكاية شخصية من المملكة العربية السعودية ضد الديمقراطيين والبيت الأبيض لكن لا ده هما المملكة العربية السعودية بتاخد الخليج معاها وبتاخد القاضة العرب اللي هيحضره القمم الثلاثة دي في المملكة العربية السعودية لأنها تكون الصين أحد شركاء قيادات العالم ليهم أن المملكة العربية السعودية مش هي واحدة اللي هتكون مستفيدة وهتفيد لا أنها تاخد الدولة العربية معاها ده معناه أنه يعني القرارات لوليه العهد السعودي للاتثمار وشركات كبيرة جدا بأكتر من 26 مليار دولار في القرار اللي هو أصدر أول أمس ده مش اللي هو في الأردن البحرين العراق يعني في أكتر من خمس دول وفي جمهورة مصر العربية أكتر من خمس عاصم عربية الأمر هنا السعودية مش بتعمل إنها بتعظم دورها بس لا هي بتأخذ معها الدول العربية اللي شايفان هي هتكون سند ليها موقع عربية السعودية مش عايزة تبقى لوحدها ده عايزة الخير يعم على إخوتها وده أمر حميد جدا لولي العهد السعودي ودي أفعال مش أقول للراجل بيشتغل الحقيقة إنه هنا الإدارة السعودية الموضوع مش تصرف فردي موقع عربية السعودية تريد إرسال رسالة لأمريكا أن الخليج والعرب سيحلون القدب الأوحد لتكون التعاون والتحالف مع القوة المتعددة يعني بدلا ما تكون التحالف الخليجي كله مع القدب الأوحد اللي هو أمريكا لا هيبقى فيه تعاون خليجي أو عربي مع الصين مع روسيا مع الهند مع الكوريا الجنوبية مع اليابان مع وأمريكا برضو عايز أقول لكم إنه صعب جدا إن أنت تحل أمريكا وإن أنت لا تتعاون معها في أي شيء خالص وإن أنت تجد الصين بس لا الموضوع هنا بدلا ما يكون ارتكازك على أمريكا بنسبة 100% سياسيا اقتصاديا عسكريا سياسيا هيكون الأمر هنا بديل بديل للثلاف أو أربع قوة العالمية إنه هما هيكون فيهم تعاون هنا المصرح العالمي أو الأمن العالمي بيتغير من إنه بدلا ما يكون شرط العالم اللي هو أمريكا لا هيكون فيه قوة جديدة هنا بلينكين يدخل على الخط وإنه هو يعبر عن العالم الجديد اللي بيتغير وبيعترف وبيقول أنه أمريكا العظمة والخطبة الأوحد والحرب الباردة الحرب الباردة اللي هي مع الروسيا مع الصين بيقول أنه الآن المنافسة قائمة الآن لتحديد نظام علام جديد هو بيعترف بيقول أنه المنافسة دلوقتي لتحديد نظام علام جديد النظام العالم جديد ده أمريكا تعلم أنه هو خارج عن إرادتها وإن قوة يعني قوة ليست كبرى من الدول ولكن قوة التي تحدد مراكز الدول اللي بتتغير كل 80 سنة ده اللي اتكلمت عنه مرارا في حلقات سابقة إنه زي ما أمريكا جت وتم يعني استبدال بريطانيا العظمة وإن تأخذ مكانها أمريكا بعد الحرب العالمية التانية هنا الدائرة بتدور وعملية يعني عملية جديدة لإحلال قوة جديدة ولكن أمريكا مش عايزة أمريكا لا ترضى بإن يحل محلها قوة أخرى لكن هي مش قوة واحدة يعني مش الصين هي اللي هتحل محل أمريكا لا هو هيكون نظام متعدد القوة اللي هو هيكون الصين قوة مشاركة روسيا قوة مشاركة أمريكا قوة مشاركة وهتكون السعودية هيكون الخمس قوة دول هم اللي موجودين على النظام العالمي الجديد إلا أمريكا بتحارب أنه هو ما يكونش بالطرق دي بتحارب بقى بكذا طريقة أمريكا تحارب بكذا طريقة يعني مثلا أمريكا في ظل غضبها من الإدارة السعودية من الإجراءات السعودية أو اللاكمات السعودية في خلال الأسابيع الماضية أمريكا تنتظر بعد التجديد النصفي انتخابات التجديد النصفي في الثامن من نوفمبر القادم يعني نحن نتكلم بعد أقل من عشرة أيام هيكون في انتخابات التجديد النصفي أمريكا بتنتظر والإدارة الأمريكية الديمقراطيين اليساريين بينتظروا بعد الانتخابات حتى يتم تفعيل قانون نقبك واتخاذ إجراءات عنيفة ضد المقع عربية السعودية ولكن مقع عربية السعودية أظهرت ورقة كبيرة جدا بأن هي استثماراتها في أمريكا هيتم بيعها ودي تتجاوز النصف تريليون أو ما يقرب من نصف تريليون دولار رقم كبير جدا مش هيزلزل سوء المال العالمي وأمريكا حتى لو هي تذهب والديمقراطيين يذهبوا إلى انهيار يعني الاقتصاد الأمريكي لكن الانهيار الأكبر هيكون بالإجراء السعودي ضد البيت الأبض ضد الديمقراطيين الحقيقة أنه الحرب المشتعلة فعلا بين الديمقراطيين وما بين البيت الأبيض وما بين الإدارة السعودية وخاصة في شخص وليل عهد السعودي ولكن الأوراق الرابحة في يد المقع عربية السعودية كبيرة جدا وأن الإدارة الأمريكية تعرف أن أي إجراء منها هيقابله إجراء السعودي هيكون صعب جدا ولكن مش قادرة تفهم أو المملكة طبعا عايزة عايزة أن هي ما ينفعش أن حد يخش يزاحم مكانتي في المنطقة العربية أو المنطقة الخلاجية بالأخص لأن دي المنطقة النفطية اللي أنا عامل معها اتفاقيات من أيام روسفيلت في 1945 مع مؤسسة ملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز ورحمة الله عليه لكن هنا الإدارة الأمريكية مش قادرة تقتمع أنه خلاص النظام العالمي الجديد يعني بيتشكل وأنه هما هيكونوا إحدى قوة النظام العالمي الجديد لكن هما عايزون هما يكونوا القوة الوحيدة أو النظام الأوحد في العالم اللي هو هيكون قوي السؤال هنا المنطقة العربية السعودية هل ستذهب بعيدا لأكثر من ذلك في عمق التعاون الاستراتيجي الجديد ما بينها وبين الصين رغم التعاون العسكري والاقتصادي ما بين السعودية وما بين أمريكا لكن المنطقة العربية السعودية بتعمل مع الديمقراطيين طب بعد الديمقراطيين دمقراطيين لسه حتى بعد التجديد النصفي لو جت هاريس واستمر لسه استمرارهم لأكثر من يعني لسه استمرارهم اللي موجود لآخر 23 فهنا الأمر هيكون يعني صعب هيكون الأمر صعب لا الـ 24 عفوا الأمر هيكون صعب هنا الديمقراطيين مش عايزين يتنازلوا عن أن المواقع العربية السعودية لازم تزعم للإدارة الأمريكية أمريكا عايزة كده عايزة أنه تكون المواقع العربية السعودية يعني تاخد القرارات من أمريكا وأنها لا ترد أي حاجة هي الإدارة الأمريكية عودت على كده أو أنها شافت أنها يعني تتخذ الإجراءات أو أنها تعطي الإجراءات ولا تنتظر الرد المفاجأة لأمريكا والإدارة الأمريكية والديمقراطيين في الفترة الأخيرة أنها خدت لكمات كتير قوي يعني الإدارة الأمريكية والديمقراطيين داخل لدرجة أنه مثلا جو بايدن يعني الصباح اليوم صرح وقال أنه أنا لما جئت استلمت اللي هو بايدن التصريح بتاعه ده كان الناس ممكن تشوف أنه هو تصريح مخرف لكن لأه هو مش مخرف بايدن بيصرح بيقول أنه أنا استلمت والبنزين سعر البنزين هناك كان 3.93 ودلوقتي بقى خمسة فأنا يعني استلمت في الوقت ده كده ما كانش يعني الزيادة كبيرة هو لخبط الأسعار أو أقطع في الأسعار عم عمد يعني عمد لأنه هو لما يستطعش أنه هو يقول رغم أن الناس ممكن تعرف أنه هو استلم إمتى والأسعار الحقيقية لكن هو فيه التصريحات بتاعته ما يقدرش يقول أن أنا مخطئ لأنه هو دخل على تجديد نصفي وهو بيمثل بيمثل الديمقراطيين فالرجل مش قادر يقول الحقيقة أو بيجذب أنه هو يقول الحقيقة فبالتالي لا هو فيه خطأ يعني فيه مش خطأ البيت الأبيض ده الديمقراطيين اللي كانوا بيتهموا ترامب باتهمات أنه يعني خسر أمريكا العلاقات وأنه تسبب فيه مشاكل في الشرق الأوسط لا طبعا ده ترامب ما عملش حاجة يعني بايدن والإدارة بتاعته من ساعة مجم عندك علق دي يعني على سبيل المثال مشكلة أوكرانيا وروسيا هم اللي دفعوا أوكرانيا وروسيا للموضوع ده لمصالح الديمقراطيين واليساريين ولكن في الأخير أنه بيت الأبيض وبايدن أنهما غرقوا أمريكا والشرق الأوسط في مشاكل وأنهما عندهم مشكلة أكبر أنه الديزل فضله 25 يوم والإحتياط الاستراتيجي يخلص ده كارسة في أمريكا معلومة ده جديدة أنا مش بتكلم على النفط كله الاحتياط الاستراتيجي من النفط لا أنا بتكلم على الديزل الديزل نفسه عندهم مشكلة كبيرة جدا فيه أنه 25 يوم ومشيكون فيه يعني يعني أي مشغلات للديزل أنها هتعمل بعد 25 يوم ما عندهمش خلاص هيخلص ده نتيجة أفعال الديمقراطيين فهم أوجدوا مشاكل لنفسهم وأنهم عظموا مشاكل لنفسهم لكن من ناحية تانية التحالف الكبير والتعاون المقربية السعودية وليه عدد السعودي ماشي في خط سيره أنه هو مش بيفتعل الأفعال لتأديب الإدارة الأمريكية عن عمد ولكن هو بياخد الإجراءات اللي في صالح المملكة العربية السعودية حتى لو أغضبت الآخرين حتى لو أغضبت الآخرين هو مش مهم عنده يعني غضب الآخرين مهم عنده مصلحة بلده مصلحة بلده فيه تعاون فيه قمم فيه تحالف ما بين الصين وما بين الرسال عايزة أقول لكم معلومة مهمة جدا أنه كان فيه نقاشات سعودية صينية في الفترة الماضية وأنا موضوع ده أول مرة يتم تقريبا إعلان عنه أن الصين ما كانتش راضية تحل الدولار أو أنه هي تشيل الدولار في التعاملات ما بينها وبين الصين ما بينها وبين السعودية ويكون بالريال السعودي أو باليوان الصيني الصين كانت رفضة وده كان أمر غريب جدا ولكن الزيارة دي والقمة دي الآن ما بين الزعيم الصيني وما بين ولي العهد السعودي والإدارة السعودية والملك سلمان قطال الله في عمره هتكون فيها يعني قرارات مهمة جدا ليحل ليحل الريال واليوان الصيني تكون عملة تبادلية في التعاملات النفطية والاقتصادية والتصنيعية والصفقات العسكرية كل حاجة هتكون بالعملات التبادلية هنا هتكون ضربة واجعة جدا لأمريكا الصين كانت رفضة في خلال الفترة الماضية رغم الإعلان الرسمي يعني أنها بتقول أنها يعني أنها رغم أنها استخدمت العملات التبادلية ما بينها وما بين روسيا لكن مع السعودية كانت مؤافة من موضوع ده وده كان أمر غريب جدا لكن يبدو أن الإجراءات السعودية الأخيرة أن الصين وافقت وستوافق يعني أنه مفيش زيارة هيكون فيه منها قرارات مهمة جدا وهيكون فيها تعاون أنا مش عايز أقول تحالف هيكون تعاون كبير جدا ما بين السعودية والخليج والعرب وما بين الصين الصين هتأتي بقوة للتصنيع المشترك للتحالف الاقتصادي للتعاون العسكري للصفقات العسكرية الدفعات الجواز السعودية بدأت في استخدام المنظومات الليزارية وليكنت على سبيل المثال اللي هي سايلن هونتر ودي بتستخدمها السعودية من بداية العام الحالي ده ومش كانت وناجحة بصورة جبيرة جدا لدرجة أن المعلومات الجديدة اللي تواردت من الصين عن تسريبات لصفقة اللي هي موجودة في السعودية نتم التعديل وعمل سايلن هونتر دي بمنظومات أخرى جديدة دلوقتي وهيتم شحنها للسعودية في الفترة القليلة القريبة القادمة للسعودية لتحمي سمام لقربية السعودية منظومة خاصة للسعودية مش موجودة في الصين ممكن الناس تقولك ازاي يعني الصين مش تدي نفسها للسعودية بتعمل لنفسها يعني تصنيع خاص بيها في حاجات كتيرة في مدفعية صينية للسعودية خاصة بالسعودية فقط بتكنولوجيا خاصة بيها بمنظومات دفاع جوي فالسعودية بتعمل لنفسها قوة جديدة بتعاون من قوة وما كانت معقرية السعودية هنا انتظار لمدى القرارات الأمريكية أو الإجراءات الأمريكية مع السعودية لأن أمريكا مش هتسكت وعايز أقول لكم على حاجة أنه المملكة العربية السعودية لا تنظر لمن سيأتي بعد الديمقراطيين يعني بعد الديمقراطيين جم الجمهوريين الإدارة السعودية لا تعول عليهم كثيرا عايز أقول لكم المعلومة يعني المعلومة دي أن السعودية لا تعول على من سيأتي عند الإدارة السعودية ديمقراطيين زي جمهوريين الصقور زي اليساريين يعني الموضوع عند السعودية واحد المهمة أنا مين وهبقى مين وبعمل إيه وبحمي قرارات إزاي وبعزم قوتي إزاي ده اللي بتنظر لإدارة السعودية في الأخير ربنا احفظ السعودية والدول العربية لأن الإدارة أو الديمقراطيين ما يخططون له في المنطقة تجاه السعودية من شر ومن تجاه جمهورية مصر العربية من شر وليست الإدارة أمريكية فقط ولكن أيضا يعني بأدق التفاصيل أن الـ CIA والمخابرات البريطانية تفعل إجراءات أو وضعوا خطط لمهاجمة السعودية ومصر وحتى الإمارات العربية المتحدة لمحاولة يعني إبطاء تحركاتهم لتعظيم قدرتهم مش راضيين أن إحنا نبقى كبار مش راضيين أن إحنا نبقى نتقدم جدا مش عايزين يعني هو فعلا ربنا يكون فعون وليل عهد السعود أمير محمد سلمان الشيخ محمد بن زايد الرئيس عفتاح السيسي ربنا يحفظهم جميعا ويحفظ دولنا العربية كلها العراق والأردن والبحرين والكويت وكل الدول العربية كلها ربنا يحفظها لأن ما يحدد دها شيء خطير جدا ونتظهرين بأمر الله في حلقة مفاجأة جبيرة جدا عن إيران وما يتم تدبيره من هروب لأسر وعائلات نظام الملالي وقادة الحرس الثوري وهروبهم لأوروبا عبر طائرات لأوروبا بالتحديد وأيضا هروب أموال لأماكن أخرى انتظريني في حلقة مهمة جدا القادمة البث القادم استودعكم الله الذي لا تدع ودع ترجمة نانسي قنقر